ألقت الشرطة الإسبانية القبض على عصابة سطو استهدفت عقارات فاخرة في مدريد من بينها منازل لللاعبين بارزين في دور كرة القدم بحسب ما أعلنت الأربعاء وأوقف ستة متهمين بثماني عمليات سطو على المنازل منذ يوليوز 2022 بحسب بيان الشرطة وقالت مصادر من الشرطة إن من بين المنازل المستهدفة منزل جناح ريال مدريد البرازيلي الدولي رودريغو بالإضافة إلى الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو لاعب رايو فيكانو ورفضت الكشف عما إذا كان المزيد من لاعبي كرة القدم متأثرين بهذه القضية وجاء في البيان أنه لتحديد أهدافهم كان اللصوص يدققون في وسائل التواصل الاجتماعي يدرسون صور وفيديوهات ينشرها اللاعبون وأصدقاؤهم وعائلاتهم من داخل تلك المنازل وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أتاح لهم هذا الأمر تحديد الأشياء الثمينة ومكان وجودها كما سهلت عليهم وسائل التواصل الاجتماعي التعرف إلى توقيت وجود المالكين في المنزل حيث كانوا يزورون المواقع لإلقاء نظرة عليها من الخارج ولدراسة أنظمة الأمان المستخدمة وتحديد أفضل طريقة للدخول ترجمة نانسي قنقر